اليوم من احلى ايام السنة بالنسبة لي هذا اليوم استنى من اول يوم تدخل علينا السنة هذا اليوم ذكرى زواجناني وعمار يلي بهذا اليوم وهذا بالنسبة لي احلى يوم و احلى تاريخ انه الله جمعني بعمار و عن جد يعني ما احتي عن هذا النعمة اللي الله رزقني بيها عن جد الله طعمني زوج ما بمثله يعني حنون ووفي وصديق وحبيب واخ واب وكل شيء صراحة كل الصفات مع بعض يعني بس ما رح احتي لكم شغلات كثيرة و اقعد اعبر عن حبي ومشاعري لعمار لانه هذا الفيديو صارت بي وشغلات تجنن يعني انا احتفلت بعيد زواجي بس حس انه هاي المرة انبسطت اكثر من كل مرة صراحة حسيت حالي واني دعد افرح بهذا الشي منواني مبسوطة يعني ولو شغلات بسيطة بس بنفس الوقت حسيت حالي مبسوطة دع عبر عن اللي بداخلي وهاي المرة بالعادة عمر على طول يسولي مفاجآت وكوناني ملتهية او مثل عيد زواجنا الماضي يعني كانت يدي مكسورة وشنت حامل وتعبانة ومرضانة صراحة حتى هدية ما جبت له فقلت هذا العيد لازم نحتفل من بعض يعني انجد لازم لازم اني اهتم بالموضوع قبل عمر فحبيت انه انا يكون مشرفة على كل الشغلات اللي سويتها جبت الكيك وجهزت وزبطت بهذا الفيديو كله راح تشوفونه بس اهم شي حبايب قلبي هذا الفيديو اتمنى 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 منكم تدعمونه وتحطوله لايك وتشتركون بالقناة زموش تركين لانه هذا الفيديو يعتبر عندي من احلى الفيديوهات اللي راح نزلها على القناة واتمنى منكم الدعم طبعا حبيب القلب طبعا هذان العصافير عمر جاب هنا اليوم بذكرة عيد زواجنا لحتى هن يظلن ذكرة وهن اسم عاشق ومعشوق يعني يرمز للحب بشكل عام فقال يعني انه هاي اول هدية يعني هاي اول هدية اعلن عنها هاي الزينة جبتهم بالونات وشقلات نارية هذان الشمعات النارية راح اشغلهم برا راح نطلع طبعا ما اقول لكم هذا الفيديو راح كون بيو شغلات كثير حلوة شاركتها وطبعا انا ما اقدر اصوي هيت شي مستحيل وما اصور لكم اياه فبلشت التجهيزات من البداية لالنهاية راح تشوفون كل تفاصيل هذا اليوم صراحة بلشت بي من نص صبح ما خلصنا يمكن للعشرة او 11 هيت شي يعني يعني 10 او 11 بالليل فصارت بيو شغلات حلوة ان شاء الله راح تأجبكم بلشت التمسيح وتنظيف طبعا ضايع الطاسة صراحة ماني عرفان منين ده بلش بس يعني اهم شي مجهز الهدايا تبع عمر وابدي ياكم تتوقعون شرح يكون لالهدايا وهذا الفستان صراحة يعني ما لقيت احلى من هيت شي هذا الفستان يعني مو جديد ها مو جديد بس شوف نالحز شلون راح يطلع عليك كأنه كأنه موديل الحزم سوي صراحة الحز يعني هلق هذا الفستان بس خليته اخر شي بعد ما جهزت وظبطت صراحة فرحانة يعني يعني عيد سواجي يعني حس حالة رأي اليوم راح تجوز بنات عن جدة الفستان حلو حلو بمعنى الكلمة القماش والو من الدستوم يعني حس حالة مرتاحة هين بلشنا زينة وحركات وكالعادة والله يعني فجبت هذا الستان تبع البوالين حبيت هالمرة ما زين على الحيطان بوالين وعجق الدنيا ولأ جبت هذا الستان رح حزبط عليه البالونات حطن عليه وشي كلاس يعني على الخفيف وبنفس الوقت ترى الزينة الخفيفة زاد حلوة وبعدين اخر الفيديو راح تكتشفون انه مو زينة خفيفة طلعت زينة كثيرة بس هما شي انه ما علقت بوالين على الحيطان هالمرة ولا سويتم بحبال مثل العادة يعني يعني هالمرة خليتو شي مختلف وهادي شوي بعد ما زبطت الستاند والله اتعبت لحت زبطتو صراحة يعني ديتش هالمرة عمر لهم من جبنة هو اللي زبطوا انا بهتش شغلات ما اهتم مروح البسجة لقع عمر مخلص يا الله راح نفسي يا ثاري تعرفنا قيمته الله وكلكم شايفات البوالين هالمرة زادا ما حبيت يكون لون احمر طاغي لا قلس لحالي يعني مش شرط عيد الحلية يعني عيد زواج يكون احمر ليش يعني بس هلأ يرمز للحب الذهب يزاد كلاسه حلو ايوا يعني انا اقدر اجيب اي لون بالديب بس انا اخترت هذا اللون حسيت رح يطلح حلو ورحة اخر شي تشوفوني يعني عن جد طلعا طلعا حلوات بس يا والله تعبت والله العظيم يعني اه اه اثمي من كثر ما انا فخت يمكن لحزي وجوع يعني صراحة وطبعاً خايفة لا تنفجر على أي شيء واحدة وتطير لواجهة بشرت يلحظه عادينه مغير شيء مي مغير شيء يعني مي مزبطة معاه يعني وحتى وجه والله حسوا تعبان بل رغم من أنه يعني لازم يكون شوية مزبطة الوضع يعني عيد زواجي لازم أكون مهتمة والله ما اهتميت ولا سويت أي شيء يعني من الشغل على الاحتفال ما غبي عليكم يعني طبعاً هذا الحرف قال حرف وطبعاً يا بنات هذا الرقم على أساس أنه هو صغير على أساس حطه مع البوالين ولا دحقلكم ولا طلع نصف الصالون صراحة ما نفخته لحتى يعني قلبي انتفخ صراحة قلت لحالة يكيد رح يوقف قلبي بعد شوية هنا حنوكي رح يتقطع عن رح يتقطع عن حرفياً لكن لا لعنجت ولا طلع حلو طلع غير شكل شايفات الذهب اليوم طاغي اليوم الظهبي طاغي على الفيديو وعلى فكرة ديكور بيتي ذهبي فطلع أحلى من أنه عجيب أحمر يا بنات هاي الكلمة مش هان الكيك هاي تنحط فوق الكيك سيني سيف يوروم يعني أنا أحبك يا عمر يا عمري يا روحي لا هي بس أنا أحبك يعني بس أنا أكملت لكم إياها يعني يا الله تفاصيل شايفات هاي التفاصيل بالفيديو تمر بسرعة بس والله ما يأخذ مني وقت وقتها يب saatية يعنى ماضي يوم Job لايك واشتراك واشتراك مع الفيديو واذا ما بibilك نزل لكم خالص انزحة. جمنا الشامعات. الكيكة طبعا لا رح ترى اخر شيء. ولا يمكن ان افتحها لا تنشفونها. يعني قاعدة. يعني انتم صاح صاحا. هنا اضعوز على الشامعات. يا الله. لما انشغلت الشامعات اش غيرت المردنا النحرق. معنا على الطاولة. عملك. مكان حساس. لكن الحمد لله. بعد ان البست الفستان وخلصت زينه بعد ان البست الفستان وحطيت المكياج حسيت حالي صرت اميرة والله والله وهذا الشسمه نالك عبر حلبسه عليه طبعا هني رحت طلعت على الشارع لبست بوت صراحة ما قبلت حسيت الامر صعب جدا وخفت لا يروح ينكسر او شي بس خديته معي مشان التصوير والتاج اللي ما قدر استغني عنه بهيك مناسبات معرفي ناس تتحسس ان التاج يعني مدري انا حبي يعني فيهيك مناسبة عيد زواجي فحبيت تلبس التاج حلو لا مو حلو كتبوا لي جواب التعليقات هذا هنا قلت شوفت ان المكياج يعني بما انه انا سويته صراحة ما عنه شنتنا ويا روح على ميكاب ارتست بس المشكلة وينو ما ضل عندي وقت يعني زيادة بالمكياج بس طلع حلو يا الله يا بنات يا الله شكادي يوم حلو بالنسبة لي هذا من احلى ايام السنة حرفيا واني حاسة حالي دع تجوز اليوم يعني عن جد عيد زواج عن جد ما يعني المهم يا بنات الله هنيتين جميعا ويا رب يا رب يا رب يا رب كل بنت تشوفني حاليا وايلا الله يطعمش فرحة اكبر من هايالفرحة يعني والله يطعمش زوج صالح اهم شي ازوج يحبك وخاف عليك وصونك بالنهاية عن جد والله يعني الزوج الوفي والحنون بهذا الزمن يبدو قليل قليل لا تجد زوج يخاف عليك وحبك وفي نفس الوقت لا تكون عينه لبرا وهنا بعد ما وصلنا فرحت 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 مع انه الجو بارد لكن اللبس لازق على بعض أشعر مغناطيس من كثر ما فرحته قلت انه الجو بارد لكنني لا أشعر بالبرد لا أشعر بالبرد طبعا اقول له يا عمر يا روحي تنسوي حركات رومانسية عمر خجول برا مع انه شايفات المكان لا يوجد ناس جديد لانو وصلنا للمغرب اقول له دحق علي هش نظرة رومانسية عمر خالص كأنه الامة العربية كلها تتفرج مع انه لا يوجد حدا لا يوجد حدا يعني يا روحي يضحك علي يضحك علي يضحك علي نظرة رومانسية يقول لي بطلت بطلت طبعا هين تنناسينا الوردة والله ذكرني بها صراحة على فكرة والله دح يصور بس يعني هي تحس أحس ومستهزئ بيه واني بنفس الباكتر يريد الصور يطلعن حلوات لانو راح يظلم ذكره يعني ماني مقرر انو اطبعهن اطلعهن يعني صور عادية تعرفين انتن نكتب عليهم ذكريات نباتر عمر يريد يحط لي الوردة جو الشال يعيني يروح الوردة يا الله كسر الوردة كسر قلبي معها عنجد لحظتها عنجد كسر قلبي معها وفعلا بعد ما كسر الوردة هي خربت يعني كشمناها قطعناها آخر شيء ما يعني ما عنده حركات رومانسية وأماني يعني ما قلتين ما انو بس حاول قدر امكان اطالع لقطة حلوة بس هو خجلان صراحة يعني يلا ما عليش نسوي اخر شيء طلعنا شمصورة من هذا المكان وجينا هين قلت له عمر بتدفرش الفسطان على الأرض مع انو قلبي انفرش معاه لانو خايفة على الفسطان كثير انو يتوسخ تعرف ان الابيض يعني يتوسخ يتوسخ كان يتوسخ مالجي غام لونه بعد ما خلصنا وشي تعرف ان يعني يجب انه غسيل بعدها الاحتفالية يا الله الاجواء حلوة بس وصلنا متأخرين يا بنات يعني يمكن ان تأخرنا لطلعنا فهاي كانت غلطة عندي لازم طالعين بكير قبل ما تغيب الشمس لازم احنا هنا بس تأخرنا بس يعني يا الله رح تظل ذكرى حلوة بالنسبة لي بس يعني بس اشوف هذا الفيديو رح تدمعيني بعد بعد سنة او سنتين عاد هنا نكون يعني وعمر خاتيرنا وصار اشعرنا ابيض قلوا يا الله يا عمر شوف ذكريات هس حبنا ذكريات يا والله العظيم يا بنات مو مو مزح والله احنا انا وعمر بالواقع عايشين حياتنا هيتش يعني ما بيتصنع بحياتنا الحمد الله انو اللي شوفنا بالواقع يشوفنا بالكاميرا قولوا انتم نفس الشي فالحمد الله انو يعني عمر مو شخصية شلون دا قلكم جدام الكاميرا مزوح وضحك وورا الكاميرا تلاقيينه عابس على طول ومعك شو وزعلان وبس يزعل ما يرضى بسهولة لا الحمد الله رب العالمين انو احنا جاي شخصيتنا تقريبا تشبه بعض الا انو انا عصبية اكثر منه هو يقدر يضبط مشاعراني ما اقدر صراحة يعني هاي الشغلة سيئة بيا اقول له خلينا ناخد صور حلوات مام مام صراحة ثرية صورتنا صور حلوات اكثر من ما احنا صورنا بعض ما اشتب عليكم هاي احنا صورة هاي احنا صورة نقطفها من الفيديو واي احلى فقرة بالنسبة لي هذان الشمعات النارية اللي قلت لكم عنهن باول الفيديو يا 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 الله شقد حلو شقد حلو احساس حلو يريح ها والله يعني احساس حلو يريح يجي خلى الواحد نفسي ترتاح وانش قد مبسطت بها يا اللقطة هين زادتش انت فاتحة بثعة تيكتوك يمكن المعرف زيت يبين التليفون او لا فدع اشر على الكاميرا هين واشر على الكاميرا هناك يعني ريد الكل يشاركني فرحتي وصراحة يعني حسيت يوي هاي احلى شي هاي احلى شي هاي احلى شي ياريتنا جايبي منها ثلاثة اربعة ولم علينا كل تركية بس لا والله يعني شي حلو برغم من انه شوف انترها ما بيتكاليف تكاليف بس هي هالفرحة بها السنة انا صراحة اعيد زواجي اكثر شي اهتم بيه لا اعيد ميلاد ولا شي انه اعيد زواجي بالنسبة لي مهم واني اعيد زواجي انه سوياني من قبل ما تشنا نطلع اليوتيوب الحمدلله يعني احتفل بهذا المناسبة خصوصا مشان ايش مشان ما انساها ايه لانا ذكره حلوه الله الله عرمانسية والحب والغرام والعشق يوي ايه 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 ايه